السلام عليكم. سنشاهد في هذا الفيديو حل مشكلة البلوتوت على جهازك الكمبيوتر أو اللابتوب. يعني بعض 3 خطوات أو 3 طرق سنقوم بها لحل هذه المشكلة إذا لم ينجح معك الحل في الخطوة الأولى. إذهب إلى الخطوة الثانية ولكن يجب أن توفر لديك تقنية البلوتوت على جهازك الكمبيوتر أو اللابتوب. يعني نجد معظم الكمبيوترات أو اللابتوبات الحديثة بها تقنية البلوتوت. أولاً قم بالذهب إلى خاتل البعث وقم بكتابة B ستجد هنا بلوتوت يعني تظهر لك على هذه القائمة لاحظوا هنا عند هذا الخير هنا آد بلوتوت يعني نحن هنا لا نجد تقنية البلوتوت على جهازنا الكمبيوتر فيجب الآن أن نقوم بتشغيل هذه التقنية أو تثبيت تعريف أو غير ذلك تابع معي عبر هذه الثلاث خطوات لاحظوا هنا لا نجد تقنية البلوتوت ولا نستطيع اتصال مع هذه التقنية أولاً الطريقة الأولى اضغط بها من الفأرة هنا عند ديس بي سي ثم اضغط على مانيج ثم ديفيز مالاجر بعدها نقوم بتحديد يعني ديس كوتوب يعني من هنا عند أكشن ثم تقوم بالضغط على أدر لقاسي هاردوير فأما أنا قد قمت بتحديدها أنت تقوم بالضغط هنا هكذا تظهر لك هنا هذه النفطة تضغط على ناكست ثم تضغط على انستال ثم ناكست نقوم بالهبط إلى الأسفل للبحث عن البلوتوت أو عفوا الناتورك أضابتر تضغط على ناكست هنا لديك مجموعة من يعني كل مجموعة بها يعني تعريفات كل مجموعة بها تعريفات يعني أنت تقوم بالبحث عن تعريف البلوتوت يعني أنت ذا مثلا عند هذه المجموعة وتبحث عن كلمة بلوتوت تقوم بتجربة كل مجموعة وتبحث عن كلمة بلوتوت يعني إذا لم تجد كلمة بلوتوت وقد بحت على هذه المجموعة يعني فمباشرة اذهب إلى الطريقة الثانية التي على هذا الفيديو فأما نحن هنا على هذا الكبلوتر سنقوم بالبعت على كلمة بلوتوت يعني التعريف الخاص ببلوتوت لاحظونا نبحث هنا لا توجد أما هنا لاحظو نقوم بالضغط هنا مثلا على مايكروسوفت فقد وجدنا هذه كلمة بلوتوت قد وجدناها هنا تضغط بها على نكست هنا ثم تضغط على نكست ونتظر حتى يتم نقل ملف التعريف على الويندوز هكذا بعدها تضغط على فنش وتقوم بعد شغيل كمبيوتر وإذا لم نهجح معك هذا الحل اذهب مباشرة إلى الطريقة الثانية الطريقة الثانية هنا تتدخل البحث وتقوم بكتبة سيرفيس ثم تضغط هنا على عقونة سيرفيس هنا نقوم بالبحث على خيار كذلك بلوتوت وإعداد البلوتوت تأتيه عنده هنا وتضغط بأي من الفأرة تأتيه هنا عنده الخيار هذا تقوم باختيار الأوتوماتيك تتركه هكذا ثم تضغط على أبلاي ثم أوكي وتعيد تشغيل كمبيوتر وإذا لم نهجح معك المشكل فما عليك أن تذهب على هذه الطريقة الثانية الطريقة الثانية تأتي عنده متصفح جوجل كورو أو أي متصفح عندك آخر وتقوم بكتابة أنتل بلوتوت درايفر ثم نقوم بالدخول عند أول موقع هنا أنتل ويرلايس بلوتوت هذه الموقع المال الرسمي الخاص بتعريف أنتل الخاص ببلوتوت بعدها نقوم بتحميل نسخة 32 بيت أو 64 بيت فالحنونا لدينا على جهاز الكمبيوتر نسخة 64 بيت يجب أن تعريف ما هو النوع النظام الذي لديك إذا كانت 34 ستون أنا سأقوم بتحميل 64 ستون هنا تضغط هنا هذه النفيدة تضغط هنا وسيبدأ التحميل معك أنا قمت بتحميله مسبقا لكن تظهر لي هذه النفيدة فأما أنت بعد التحميل يعني بعد انتهاء من التحميل سيظهر لك هنا هذا الملف هنا لاحظ هنا تضغط عليه ضغطتين مباشرة بالفأرة ثم تظهر لك هنا هذه النفيدة هنا خاصة بالتخبيط ثم تضغط على Next ثم بعدها تضغط كذلك على Next أنا هنا قمت بتثبيته مسبقا أنت في مكان يعني change تظهر لك install تقوم بالضغط على install يعني أنا قمت بتثبيته يعني سابقا فقد ظهرت لي هذه النفيدة خاصة بالchange فأما أنت تظهر لك install نضغط على Next ثم change سأقوم بالتثبيت لكي يقول لكم فقط ثم بعد التثبيت نأتي هنا عند خانت البات ونقوم بكتبة Bluetooth لاحظ هنا ثم بعدها ستجد هذه العقونة هنا يضغط على on لاحظ هنا قد ظهرت لنا الأجهزة التي لديت انتصال معها عن طريق Bluetooth يعني إذا ظهرت معك الأجهزة هنا التي عليها Bluetooth يعني في Bluetooth هو الشغال 100% على جهازك كالكمبيوتر وبهذا لاحظ هنا إخواني قد تحلينا مشكلة بالثلاث خطوات يعني إذا لم يحل معك المشكل خطوة أولى إذا بالخطوة ثانية وهكذا حتى الخطوة الثالثة وبعد أخواني وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو فلا تنسوا بالاشتراك ودعم القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته